في إطار سعي سموه الدائم لرفض إمارة الشارقة بأحدث المرافق السياحية والتطويرية افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ترافقه الشيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق افتتح سموه مشروع شاطئ خرفكان الأول من نوعه في الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقام صاحب السمو حاكم الشارقة رفقة السادة الحضور بجولة في أرجاء المشروع عقب الافتتاح المشروع الذي بلغت تكاليف إنجازه قرابة 95 مليون درهم ويمتد إلى طول كيلو متر كامل على مدى البحر حيث استمع سموه إلى شرح مفصل من القائمين على المشروع حول مرافقه ومنشآته والخدمات والأنشطة الترفيهية التي يوفرها لسكان المنطقة والزوار والسياح والآفاق التي يفتحها لنمو اقتصاد المنطقة بشكل عام وتخللت جولة صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الافتتاح مشاهدة العروض البحرية ومعرض المجسمات الرملية ويصل إجمال مساحة تأجير المرافق في المشروع إلى قرابة 8200 قدم مربع حيث تم تخصيص ما بين 30 إلى 40% من المشروع لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من المنطقة بما يتيح لهم الفرصة لمزاولة أعمالهم التجارية ويوفر المشروع أيضا مناطق ألعاب للأطفال تتضمن باقة من النشاطات والألعاب تعتمد أفضل معايير الأمن والسلامة كما يتضمن أيضا ركنا مخصصا للرياضات المائية المتنوعة بالقرب من الشاطئ متاحة لجميع الزوار وهوات الرياضات المائية ويشمل مشروع الشاطئ العائلي عددا من المرافق الجديدة في حديقة الشاطئ الحالية وتضم مناطق للنزهات وأماكن للشواء ومناطق الاجتماعات العائلية وبذلك تتكامل مرافق المشروع بالخدمات والتجهيزات والتقنية الخضراء ما يعكس توجه إمارة الشارقة في بناء منشآت ومدن متكاملة تلبي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية